لا اعتراف لا شرعية بل حوار ثلاث رسائل وجهتها بريطانيا للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي نفذ انقلابا على الشرعية في العاشر من غصص الجاري بتخطيط ودعم وتمويل من الإمارات وصمت من السعودية وطالبت بريطانيا على لسان سفيرها لدى اليمن مايكل آرون المجلس الانتقالي بالانخراط الفوري في الحوار الذي دعت إليه السعودية وفيما يشبه التحذير المبكر قال السفير البريطاني في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط بأن بلاده والمجتمع الدولي لن يعترفوا بسيطرة المجلس الانتقالي على الجنوب مؤكدا أن لندن لا تعترف بغير الشرعية منبها المجلس الانتقالي بأن عليه الوعية بخطورة المشاكل التي سيواجهها إذا ظل خارج الشرعية وكان من اللافت أن مايكل آرون اعترف بالمجلس الانتقالي ككيان سياسي يمتلك الشعبية لكنه قال إنها شعبية محدودة ببعض المناطق مشيرا إلى أن هذه الشعبية لا تكفي لوحدها لنيل الشرعية الدولية الأمر المهم في حديث السفير البريطاني هو تأكيده أن بريطانيا لا تعترف إلا بيمن موحد ودولة واحدة عضوة في الأمم المتحدة مخاطبا الانتقال بيوجود قضية جنوبية وأن هذه القضية لم يحن وقت حلها الآن بل بعد عودة الدولة وينهاء الانقلاب الحثي التصريحات البريطانية تزامنت مع وصول وفد المجلس الانتقالي التابع للإمارات إلى جدة وهو ما جعل البعض يفسر هذه التصريحات بكونها نوعا من الضغوطات التي تمارس على ميليشيا الانتقال للإنخراط في حوار تديره السعودية في ظل تخوفات يمنية من أن يشابه هذا الحوار المرتقب مع الانتقال حوار السلم والشراكة بين الشرعية وميليشيا الحوثي ترجمة نانسي قنقر